اشتركوا في القناة 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 يجينا دائري شوفوا معي راح ندير الخياطة هاكذا نديها بتدويرة وندخل نخيط له استاعي قلت لكم هذي الخطوة نديروها باش ما يخرجنش لكوا كشغل طالع هاكذا كشغل جاي مثل دائر زاوية هذي هي ماذا بنا يجي على حسب المطلة دائري هذا ما كان هذي هي يعني الخياطة وهذه هي كيف باش راح نفصل معاكم المهم انا يا عندي وشنو انا لا وريت لكم هذا اليوم ذات لكم هذي الفيديو حبيت نأكد لكم تأكيد 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 احفظوا القاعدة انتعكم متزيدوش تطيحو في المشاكل تعلاوز تحفظي القاعدة شحل تحتاج يقماش قلنا الطول المطلوب زائد الارتفاع في اثنان زائد حق الخياطة من الافضل حق الخياطة يكون 20 سنتيمتر انا انا انفضل يكون حتى بلوس يعني من 20 سنتيمتر بها تجيك يعني لو استعك تجي شابة وتجي داخلها تحت المطلة تجي يعني تكوفري لك المطلة مليح شوفوا الخياطة كيف جاءت جاءت هاي للبنات اه تبعوا طريقتي اكيد راح احين تنجحوا ام نزيد ان نفهمكم في حاجة والقاعدة انتعك قلت لك العرض تعلمات لا زائد الارتفاع في اثنان زائد حق الخياطة دائما اكدلكم عليه مقدر تيش ديري حق الخياطة العشرين ولا ديري عشرة سنتيمتر اجي كمليحة ولكن ديروا حسابكم دائما العرض تعال قماش تاعكم احنا انا نهضروا على اليوص الكبار دائما ديروا حسابكم على عرض القماش هكذا قلت لكم لو كان قماش فيه زوجه ثلاثين وكان فيه زوجه ربعين اردوا باكم تطيحوا في هذا الاشكال اما بعد تجيكم لاوس مزيرة بزيب وتجيكم انا نطلت كامل الاسرات على هكذا كيفاش كين بيبعثوا لي قولوا اللي المطلة عرضها زوجه ميترات وش نديروا لها بار اكزام ميتر وستين على زوجه مترات اراني قلت لكم باللي اه ميتر وستين دائما اللي تصيب عندك الطول تاع المطلة متر وتسعين متر وستين ولا اشري زوجه مترات ونص قماش وراي حتديري العرض انتاع القماش اللي هو زوجه ربعين حتنقصي منه باش الطحي في عرض المطلة تاعك اراني درت فيديو عليها عاودوا ورجعوا لي فيديو تاع ليوس ماطلت دخلوا لقائمة التشغيل عندي ورايح نتصيبوك كامل التفاصيل على لاوس كيفاش نخيطوها درت لكم كامل التفاصيل هاكذا حبيباتي فيديو خفيفة فيديو ضريفة اه تبعوا معايا حتى للاخير وهنا ياراني راح نخيط معاكم هذه لاوس تاع تغدولي تغدولي على الشكل غيما اليوم درت لكم لاوس المرة الجاية راح ندير لكم بسم الله الرحمن الرحيم عزو بلا مش درجيب راح ندير لكم التغدولي تلفلي تلفلي التغدولي بكل سهولة بكل تفاصيل و بكل تكات و كما يقولون مصر واخوتنا اه والا البنات هنا كما راكم تشوفوا بعد ما خيط كامل الكوانات راح انا ندير نحسب راح ندير لاستيك من جهتين الجهة الفوقانية والجهة التحتانية انت على هوس راح نحسب 25 سنتيمتر من الطرف تاع الكوانات اللي اخدمتها نروح حتى ال 25 سنتيمتر للطرف الثاني تاع الكوانات المقابلة منها هكذا و راح ندير الها لاستيك كامل يعني ندير لاستيك على زوج جهتين الخطوات واضحين الخطوات مبينين نكملوا معي الفيديو وسمحولي سمحولي على الغياب هذو اليامات راني اه كنت شوفوا الابوة تاعي راهي سابابا راني شوية راني مع الحساسية مع القوات خمعة منها سمحولي بزا في البنات راني نغيب عليكم الله غالب الله غالب بس كما نقدرش نهدر في المونتاج على ذاك نخليك نكون مليحة ونديلكم المونتاج تاعي اكيد 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 نحبكم بزايد وشكرا شكرا جزيلا 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 كامل حبيبتي كامل خياتي كامل 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 ليكم معي في القناة نشكركم على تشجيعاتكم وتعليقاتكم الشاب الشاب اللي تطلع على المورال فرحتوني بزايد ربي يفرحكم ان شاء الله وربي يحبطكم ودائما نقول لكم في الاخير في الاخير ما تنسونيش بالاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس بيصلكم كامل جديد فضلا وليس امرا ديروا لي جام لفيديو الان ديروا لي جام راني نشوف فيكم وراني نستنى فيكم ديروا لي جام لفيديو وخلوا لي تعليق شباب كيما انتم فارتاجوا قناتي مع الناسكم احبابكم اكدوا لي عليها فارتاجوا لي قناتي وهضروا لي على القناة الناسكم وخليكم تلاقوا نصلح في ساعة الخير في وقت ماخير ان شاء الله تهلوا في روحكم تهلوا في صحيحاتكم وردوا بالكم ردوا بالكم بزيب بزيب الوقاية خيرا من العلاج ديروا كمامة استعملوا كامل وسائل التعقيم المطلوبة الحالة ماهيش مليحة البنات ربي خلينا لبعضنا ونتلاقوا ان شاء الله الى اللقاء اشتركوا في القناة